السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشوان صوروبان لتعلم الحساب الدهني في هذه الحصة إن شاء الله وتتمة لسلسلة تطبيقات الطرح المركب هذه الحصة إن شاء الله ستكون مراجعة لقواعد الطرح المركب باستعمال قاعدة المساعد الكبير في الفيديوهات السابقة حاولنا أن نشرح كل قاعدة على حدة هذا الفيديو إن شاء الله سننجز عمليات نطبق فيها جميع القواعد لدي هنا في المثال الأول نبدأ على بركة الله مع المثال الأول لدي هنا 28 أمثل عدد 28 ناقص 8 هنا أستطيع طرح عدد 8 يعني أطرح 8 بشكل بسيط ناقص 8 مرة أخرى لكي أطرح هنا 8 نجد أن الخرزات غير كافية مساعد 8 هو 2 كما هو ملاحظ على الجانب الأيصر من الشاشة لطرح العدد 8 ماذا نفعل نطرح 10 ونضيف 2 هنا أطرح 10 وأضيف 2 والنتيجة 12 لدي هنا 13 أمثل 13 ناقص 1 هنا أستطيع طرح العدد 1 يعني الخرزات كافية ناقص 3 هنا لكي أطرح العدد 3 نجد أن الخرزة تغير كافية مباشرة نبحث عن مساعد العدد الذي نريد أن نطرحه هنا أريد أن نطرح العدد 3 ماذا أفعل مساعد 3 كما رأينا سابقا في المساعد الكبير هو 7 أطرح 10 وأضيف 7 والنتيجة 9 لدي هنا 18 ناقص 9 ماذا ألاحظ هنا لكي أطرح العدد 9 عدد الخرزات غير كافية مباشرة نبحث عن مساعد عدد الذي نريد أن نطرحه هنا أريد أطرح العدد 9 مساعد 9 1 أطرح 10 وأضيف 1 ناقص 3 الخرزات كافية أطرح العدد 3 بشكل بسيط والنتيجة 6 15 ناقص 7 هنا لكي أطرح العدد 7 أجد أن الخرزة تغير كافية مباشرة نبحث عن مساعد 7 مساعد 7 هو 3 أطرح 10 وأضيف 3 ناقص 2 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 2 بشكل بسيط 17 ناقص 8 لطرح العدد 8 هنا الخرزة غير كافية مباشرة مساعد 8 هو 2 أطرح 10 وأضيف 2 ناقص 7 الخرزات كافية أطرح 5 6 7 والنتيجة 2 20 زائد 1 هنا أستطيع إضافة أطرح العدد 1 ناقص 3 هنا لكي أطرح العدد 3 أجد أن الخرزات غير كافية مساعد 3 هو 7 ماذا أفعل؟ أطرح 10 وأضيف 7 خمسة 6 7 والنتيجة 18 19 ناقص 2 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 2 بشكل بسيط ناقص 8 لكي أطرح هنا العدد 8 أجد أن الخرزات غير كافية مساعد 8 هو 2 أضيف 2 وأطرح 10 أو أطرح 10 وأضيف 2 يعني النتيجة 1 لدي هنا أمثل عدد 15 ناقص 6 الخرزات غير كافية مساعد 6 كما رأينا هو 4 أطرح 10 وأضيف 4 من يجد صعوبة في القواعد سيجدها مكتوبة على الجانب الأيسر من الشاشة ناقص 8 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 8 بشكل بسيط لدي هنا 11 زائد 1 أضيف 1 ناقص 8 مساعد 8 هو 2 ماذا أفعل؟ نقوم دائما بخطوتين أطرح 10 وأضيف 2 والنتيجة 4 لدي هنا 26 أمثل 26 ناقص 5 أطرح العدد 5 بشكل بسيط ناقص 2 لكي أطرح 2 الخرزات غير كافية مساعد 2 هو 8 أطرح 10 وأضيف 8 والنتيجة 19 20 ناقص 8 مساعد 8 هو 2 ماذا أفعل؟ أطرح 10 وأضيف 2 زائد 5 أضيف 5 بشكل بسيط والنتيجة 17 لدي هنا 21 ناقص 1 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 1 بشكل بسيط ناقص 4 لكي أطرح هنا 4 الخرزات غير كافية مساعد 4 6 أطرح 10 وأضيف 6 والنتيجة 16 أطرح 10 أمثل 27 7 في الوحدات 2 في العشرات ناقص 6 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 6 بشكل بسيط ناقص 3 ماذا ألاحظ هنا؟ لا أستطيع طرح العدد 3 مساعد 3 بما أننا نشتغل في قواعد يعني المساعد الكابير يعني مباشرة المساعد 3 هو 7 أطرح 10 وأضيف 7 والنتيجة 18 لدي هنا 29 ناقص 9 العدد 9 هنا الخرزات كافية نطرح العدد 9 بشكل بسيط يعني دائما نطبخ القواعد فقط عندما تكون الخرزات غير كافية بينما إذا كانت الخرزات كافية نطرحها أو نضيفها بشكل بسيط ناقص 9 مرة أخرى أجد هنا أن الخرزة تغير كافية مساعد 9 هو 1 ماذا أفعل؟ أضيف 1 وأطرح 10 أو أطرح 10 وأضيف 1 والنتيجة 23 ناقص 5 ماذا ألاحظ هنا؟ لا أستطيع طرح العدد 5 مساعد 5 هو 1 عفوا هو 5 ماذا أفعل؟ أطرح 10 وأضيف 5 ناقص 6 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 6 بشكل بسيط والنتيجة 12 بدي هنا 24 ناقص 1 الخرزات كافية نطرح 1 بشكل بسيط ناقص 5 نفس الشيء الخرزات غير كافية مباشرة ناقص 5 هنا لاحظوا معي في الجنب الأيصر من الشاشة لكي أطرح العدد 5 ماذا أفعل؟ أطرح 10 وأضيف 5 أطرح 10 وأضيف 5 والنتيجة 18 ستة وعشرون ناقص 6 أطرح العدد 6 بشكل بسيط ناقص 5 هنا مساعد 5 دائما هو 5 أطرح 10 وأضيف 5 والنتيجة 15 هنا لدي 17 ناقص 6 الخرزات كافية ناقص 5 ناقص 5 ناقص 5 نشيء أطرح 10 وأضيف 5 والنتيجة 6 11 ناقص 3 هنا ماذا ألاحظ؟ لا أستطيع طرح العدد 3 مساعد 3 هو 7 أطرح 10 وأضيف 7 ناقص 5 هنا الخرزات كافية أطرح العدد 5 بشكل بسيط والنتيجة 3 أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من فهم جميع قواعد الطرح المركب التي شرحتها لحدود الساعة شرحنا قواعد الطرح المركب عفوا باستعمال العمليات هذا قاعدة المساعد الصغير الآن المساعد الكبير في هذا الفيديو يعني خلاصة جميع قواعد الطرح المركب باستعمال المساعد الكبير في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سننتقل إلى القاعدة الأخيرة وهي المساعد الكبير للعدد 5 يعني كيف نقوم بالطرح يعني فيها في المساعد الصغر ومساعد الكبير نقوم بخطوتين بينما في المساعد الكبير للعدد خمسة نقوم بثلاث خطوات هذه السلسلة ديال تطبيقات سلسلة بسيطة جدا ركزت فيها على الأمثلة البسيطة للهدف منها فهم القاعدة عندما نتمم شرح جميع القواعد إن شاء الله ديال الطاح بشكل بسيط سنتدرج خطوة خطوة في العمليات الصعبة أنصحكم من لم يشاهد سلسلة تطبيقات من البداية أن يبدأ معها خطوة بخطوة وأن يحاول أن ينجز جميع العمليات سنصل إلى مرحلة نعمل فيها شيئا على عمليات صعبة من لم يفهم الأساس من لم يفهم العمليات بشكل بسيط في هذه السلسلة تطبيقات سيجد صعوبة في التطبيقات القادمة يعني أنصحكم بمتابعة سلسلة خطوة بخطوة بالنسبة لتوقيت حاولوا أن تخصصوا ولو نصف ساعة يوميا يعني هنا الفيديوهات لا تتجاوز 15 دقيقة يعني لا بأس بأن تخصصوا من وقتكم 10-15 دقيقة إلى نصف ساعة بشكل يومي لتتدربوا ولكي يتصلوا إلى نتيجة مرضية ومتقدمة عن مقارب يعني دائما لا بد من التدريب وخطوة خطوة حتى الاحتراف أتمنى أن تأخذوا كلامي بعين الاعتبار وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويردى موعدنا في الفيديو القادم إن شاء الله مع تطبيقات جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا